موسيقى أهلاً بالزمهور الكريم نكمل الحلقة الخاصة التي تحدثنا فيها عن أقدم أو أقدمية الخط الحجازي بمقارنة بالخط الكوفي واليوم نقدم لكم نقشاً يعتبره المشككون أنه دليل على عكس طرحنا أي الخط الكوفي هو الأقدم وهو نقش شاهد قبر رجل اسمه عبد الرحمن بن خير الحجري أو الحجازي حسب القراءة ووجد هذا الشاهد في أسوان بمصر موجود الآن في متحف الفن الإسلامي بالقاهرة تحت رقم 1508 والمؤرخ بجمادة الثانية عام 31 للهجرة كما يبدو من الصورة هو فعلاً نقش قديم يظهر ذلك من حرف العين المفتوحة من فوق كما يظهر في أول كلمة لعبد السطر الثاني أو حرف الكاف بالمقارنة بحرف الدال أو حرف الياء الرجعية والتاء المفتوحة في كلمة سنة مثلاً وغيرها من الأمور لكن هناك أسئلة يجب الجواب عليها مثل متى تأسست الكوفة؟ وهل أصبحت مدينة عظيمة بعد تأسيسها؟ وهل حركة التدوين كانت متطورة ومزدهرة بعد تأسيسها مباشرة؟ هذا من جهة ومن جهة أخرى هل يمكن مقارنة ما هو مخطوط بما هو منقوش؟ أولاً مدينة الكوفة كما هو معلوم في التاريخ الإسلامي أسسها سعد بن أبي وقاس بعد موقعات القادسية سنة 27 هجرية وأصبحت عاصمة للخليفة علي بن أبي طالب سنة 35 ورغم أنها كانت العاصمة إلا أنها لم تنعم بالاستقرار وتطور المدارس الإسلامية في ظل وجود سمر الداخلي كمعركة الجمل سنة 36 هجرية ومعركة النهروين سنة 39 هجرية فمدينة الكوفة لم تبنى بين عشية وضحاها سنة 27 هجرية أول شيء يبنى في المدينة مسجد للحمية العسكرية ثم تبدأ عملية الهجرة إلى هذا المكان تدريجيا من أجل البناء والخدمات الأخرى وتهيئة البنية التحتية فهذا يأخذ عشرات الأعوام لتحقيقه ولا يمكن تسمية خط منسوب لمدينة كالكوفة وقت تشييدها قبل أن تكون موجودة وبها حركة كتابة وتدوين قوية بل وتكون عاصمة لخليفة معين ساهم في هذه الحركة التقافية تخول لهذا الخط المتطور أن يسمى باسمها فالخط الكوفي لم يكن موجودا كما يعتقد البعض حتى عصر عبد الملك بن مروان حين دمج بينها وبين الحيرة سنة 691 فأين نحن من شاهد قبر في أسوان سنة 31 هجرية ثانيا لا يمكن قراءة المخطوط بالمنقوش لأن الحرف المسمى الحجازي لين بليونة الرسم والخط الكوفي خط مستقيم جميل جدا اخترع مع التطور لرسم الخط من أجل التزيين وسمو المقام لصاحب النص وهذا ما نجده في نقش قبة صخرة للخليفة عبد الملك بن مروان والمصاحف الكبرى الجميلة من أجل وضعها في بيوت الخلفاء للسمو والرفعة وهذا يختلف تماما عن المنقوش بإزميل بيد شخص يريد تقديم معلومة بسيطة على جدار أو صخرة أو شاهد قبر وبالتالي فهذا النقش لا يحمل صفات الجمال والرفعة كما هو الحال في الخط الكوفي شيء آخر تاريخ النقش إذا قبلنا أن صاحبه لم يكن يقصد السنة 31 هجرية بعد المئة وبالتالي وجود شاهد قبر سنة 31 في أسوان بمصر لا يمكن تسميته بالكوفي لأنها قريبة جدا من تاريخ تأسيس الكوفة من بين أهم النقوش الذي يعتمد عليها المشككون في ترويج فرضية الخط الكوفي كأقدم خط عربي على الإطلاق وأشهرها نقش زهير وقد قدم الأستاذ روبرت كير المتخصص في النقوش واللغات السامية القديمة كما سبق وأشرنا بمحاضرة فند فيها كل الادعاءات التي قيلت عن هذا النقش وذلك يوم 18 مارس 2018 فأوضح عملية التزوير التي حصلت لهذا النقش فعبارة بسم الله أضيفت لاحقا فوق النقش رغم ضيق المكان لكتابته ووفرت المجال الكافي قبل عبارة أنا زهير كذلك يلاحظ بوضوح اختلاف في نقش الأحرف التالية وهي العين والميم والراء كلها مختلفة عن الأصل إذن يمكن القول أن الأصل هو أنا زهير كتبت زمن توفي عمر والباقي أضيف لاحقا والواضح أن من أضافها هو صاحب النقش الثاني أنا الحكم بن الوليد تحت نقش زهير ليوهم الناس أن الكلام عن عمر بن الخطاب ولكن طريقة النقش واضحة هي للحكم بن الوليد لهذا أخفاه المدلسون يعني هذا النقش الثاني بواسطة الفوتوشوب حتى على هيئة اليونيسكو التي أخذت بهذه الصورة المزورة وعمر قد يكون أي عمر كعمر بن عبد العزيز الأموي على سبيل المثال الذي توفي سنة 720 ميلادية خلاصة القول أن الخط الكوفي خط جميل جدا أجمل من الخط الحجازي بكثير وهو يعبر عن تطور ومهارة عالية لا تكون إلا عند مهني قام بهذا العمل عشرات السنين حتى أصبح متقنا له وهذا الخط نجده في المصاحف الكبرى التي تزن أكثر من خمسين كيلو جرام وبزخرفة جميلة تعبر عن مستوى رقي أصحابه من خلفاء وملوك وأمراء وصلاطين والتي تكون في قصورهم هذه المصاحف من أجل التبرك والمباهات فالخط الحجازي البدائي لا يرقى لمستوى الخط الكوفي المتطور ولا يمكن أن تجده كنقش على جدران مسجد كقبة الصخرة أو على مصحف مخصص للملوك والخلفاء سوف نكمل الحلقة القادمة بما قدمناه سابقا وإلى اللقاء في حلقة أخرى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر